بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد وضمن مواضيع الباب الثاني Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الدرس التالي في هذا الدرس نسلط الضوء على وحدة التحكم في الحاسب الرئيس الدرس بعنوان Control Unit of a Basic Computer كما نرى في الشكل تتكون وحدة التحكم في الحاسب الرئيس من عدد اثنين ديكودر واحد ثلاثة في ثمانية ديكودر والثاني أربعة في ستعشر ديكودر أيضا في الوحدة Counter 4 Bit Counter هذا هو وأيضا هناك بوابات منطقية في وحدة التحكم هذه هي Logic Circuit الخاصة بوحدة التحكم هذه Logic Circuit هي التي تعطي الإشارة المطلوبة للتحكم وفقا لمعطيات الـ Inputs التي تدخل إليها إذن Control Output تخرج من هنا إشارات لتحقيق التحكم المطلوب في السجلات ومكونات الحاسب الأخرى طيب كيف تعمل هذه الوحدة؟ إذا نظرنا في أعلى الرسم نجد سجل التعليمات هذا هو Instruction Register طبعا الـ Instruction Register يكون فيه 16 Bit هي مكونات تعليمة نعرف من درس سابق أن الـ 12 Bit إلى اليمين من 0 وحتى 11 تستخدم لأغراض مختلفة حسب نوع التعليمة عرفنا أن هناك تعليمات Memory Reference وهناك تعليمات Register Reference وهناك تعليمات Input Output إذا كنا مثلا نتحدث عن Memory Reference Instructions هذه الـ 12 Bit تستخدم للـ Address الثلاثة إلى يسارها وهي الـ Bit رغم 12، 13 و 14 هذه تستخدم لتحديد العملية والـ Operation المراد تنفيذها والـ Bit في أقصى اليسار الـ Bit رغم 11 التي نستخدمها لتحديد الـ Address Mode إما Direct أو Indirect وأنا أتحدث عن Memory Reference Instructions عرفنا من درسنا عن الـ Memory Reference Instructions أن هذه الـ Bit تكون صفر للعنوان المباشرة أو تكون واحد للعنوان غير المباشرة 0 for Direct and 1 for Indirect Address وعرفنا أيضا في هذا النوع من التعليمات أن 3 bits في خانة الـ Operation تتراوح من الصفر بالنسبة للميموري تتراوح من الصفر وحتى الـ 6 يعني من صفر 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 إلى واحد واحد صفر بالبيناء الآن ننظر فنجد أن هذه الـ 3 bits تدخل إلى الـ Decoder الأعلى هذه الـ 3 bits تدخل إلى الـ Decoder الأعلى فيفكها إلى واحد من تمانية خيارات فمثلا إذا كانت هذه الـ 3 bits هي صفر واحد صفر وهو الرغم 2 بالـ Decimal هذا 010 بالثناي هو الرغم 2 بالـ Decimal في هذه الحالة الـ Decoder يطلع منه الـ Output رغم 2 هو الذي يذهب ك-Input إلى الـ Logic Circuit في نفس اللحظة الـ Sequence Counter بما أن فيه 4 bits فهو يستطيع أن يحسب من صفر 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 وحتى واحد 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 كأنه يحسب من صفر decimal إلى 15 decimal هذه الـ bits حسب تشكيلتها تصل إلى الـ Decoder الأسفل فيفك هذه الأربع bits التي تصله من الـ Counter إلى أحد الخيارات الـ 16 من صفر وحتى 15 لنفرض أنه أيضا وصلته هنا 0010 وهي نفسها الـ Byron Number of 2 وهي decimal 2 أيضا أيضا تذهب هذه الإشارة ك-Input هنا هذه الإشارة التي ذهبت من الـ Decoder الأعلى هي نسميها D2 والإشارة التي وصلت من الـ Decoder الأسفل نسميها T2 ونعرف بالنسبة لتعليمات الحاسب ماذا يحدث بالضبط عندما تصل إشارة T2 & D2 هناك عملية محددة تحصل كذلك هناك عملية محددة تحصل عند كل من تلاقي الإشارات الأخرى المختلفة عندنا هنا 8 إشارات تأتي من الـ Decoder الأعلى من D0 حتى D7 وعندنا هنا 16 إشارة مختلفة تأتي من الـ Decoder الأسفل وهي T0 حتى T15 فالتشكيلات المختلفة مثلا T2 & D2 أو D0 مع T1 أو أي تشكيلة من هذه التشكيلات تصل كخيارات إلى الـ Logic Circuit الموجودة في الـ Control Unit ومعها أيضا يصل محتوى هذا الفيلف فلوب هذا الفيلف فلوب I قد يكون صفر و قد يكون واحد إذا كنا نتحدث عن الـ Memory Reference Instruction ووصلت هذه بصفر فهذا يعني أن العملية التي يراد تنفيذها تصل إلى الـ Operant أو إلى البيانات بطريقة مباشرة فتذهب هذه الـ 12 Bit إلى موقع في الزاكرر الذي نجد فيه الـ Operant وإذا كانت هذه الآية تساوي واحد فنحتاج خطوتين للوصول إلى الـ Operant وهذا شرحناه في درس السابق إنما نعيده هنا لعلاقته بدائرة التحكم أما إذا كانت الثري بيتس الموجودة في خانة الـ Operation أعلى من الـ 6 يعني كانت سابتة على 7 فهنا ننظر إلى محتوى الفلفلوب إذا كان الفلفلوب بصفر فهذه الزير 1-1-1 هي بداية جميع تعليمات الـ Register Reference كما ذكرناه في الدرس السابق وإذا كانت هذه الـ Operation سابتة على الـ 1-1-1 وأيضاً محتوى الفلفلوب هو 1 فهذه بداية جميع تعليمات الـ Input أو Output Instructions وباقي الأشياء تحدث كما شرحنا قبل قليل ونعرف في نوع الـ Memory Reference Instruction أنه كان لدينا 7 تعليمات مختلفة وفي نوع الـ Register كان لدينا 12 تعليم مختلفة وكان لدينا 6 تعليمات مختلفة في نوع الـ Input أو Output Instruction إذن هذه الدائرة دائرة التحكم وحدة التحكم تستطيع أن تلبي احتياجات إشارات التحكم المطلوبة لكل عمليات الحاسب الرئيس وهي 25 عملية 7 Memory Reference 10 Register Reference و 6 Input أو Output Reference ما نريد أن نذكره بالنسبة للـ Sequence Counter هو إنه إما يزيد بفعل الـ Increment يعني الـ Counter يبدأ بالصفر ثم 1 ثم 2 حتى يصل الـ 15 وإذا جاءت إشارة الزيادة يبدأ يعود للصفر مرة أخرى وإما يصفر Clear بإشارة الـ Clear فمهما كان موقع العدد داخل الـ Counter إذا وصلته إشارة Clear يرجع إلى الصفر ولا يواصل الزيادة بواحد كل هذا حسب الطلب لأنه هناك تعليمات في الحاسب نستخدم فيها Clear وتعليمات للـ Increment وهكذا وهذا شرح لوحدة التحكم في الحاسب الرئيس كيف تتكون وكيف تعمل وكيف تتولد إشارات الدخل لـ Logic Circuit الموجودة في هذه الوحدة حتى نستخرج منها إشارة خرج هي مطلوبة لتنفيذ أحد 25 تعليمة موجودة في الحاسب الرئيس وإلى اللقاء في الدرس القادم